في العلن اطلاق يد الكاظمية في اختيار كابينته الوزارية بكل حرية وعدم تدخل اية جهة سياسية او كتلة نيابية في ترشيح شخص للوزارات الشاغرة من الكابينة الحكومية وفي السر استمرار الضغوط في محاولة فرض كل جهة سياسية او كتلة نيابية مرشحها على الكاظمي وكأنهم ورثوا تلك الوزارات عن اجدادهم وتبقى المناكفات السياسية تحت قبة البرلمان وتقديم المصلحة الخاصة على مصلحة الشعب الذي مضى اكثر من نصف عام على رفضه للعملية السياسية في البلاد هي العنوان الابرز تحالف سائرون وعلى لسان النائب ستار الاعتابي استبعد عقد جلسة لمجلس النواب لاستكمال التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية بعد عطلة عيد الفطر مشيرا الى ان الامر قد يطول اكثر بينما كان لتيار الحكمة الوطنية رأي اخر اذ كشف النائب حسن فدعم عن اجماع سياسيا على خلو الكابين الشاغرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اي وزير سابق خبراء قانونيون اكدوا ان الدستور العراقي لم يحدد مدة قانونية لاكمال الكابين الوزارية الشاغرة بعد منح الثقة لاكثر من النصف زائد واحد ورغم هذا لم تتعظي القوى السياسية مما آلت اليه السياسات السابقة التي كانت سببا فيما وصل اليه العراق من ترد في الخدمات وتراجع في شتى القطاعات غير مدرك لهول وحجم الاخطار الحقيقية التي تحدق بالبلاد وان عليها تقديم التنازلات والابتعاد عن المحاصصة في سبيل ان تكون مصالح العراق العليا اولا وفوق كل المصالح الضيقة